في موضوع آخر طرد العراق السفيرة السويدية في بغداد احتجاجا على قطط لحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكولم دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرامي النار فيها وقالت الحكومة العراقية في بيان أنها استدعت أيضا القائمة بالأعمال في العاصمة السويدية ستوكولم وقال توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي النجمي عن العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا وكان محتجون مناهضون للإسلام قد تقدموا بطلب لحرق المصحف خارج السفارة العراقية وحصلوا على تصريح من الشرطة السويدية للقيام بذلك ومن بين هؤلاء مهاجر عراقي في السويد حرق نسخة من المصحف خارج مسجدنا في ستوكولم في يونيو الماضي